بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فمن النعم العظيمة التي يقفل عنها كثير من الناس نعمة الأمن والأمان والأمن معناه الاستقرار والهدوء وأن يشعر الإنسان بالاطمئنان وبالسكينة وهو ضد الخوف فإذا شعر الإنسان بالاطمئنان يعلم أن هناك من يحميه ويقوم على رعايته وحمايته والنظر في القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه وتعالى ذكر الأمن في أكثر من موضع في آيات القرآن الكريم فقد امتن على قريش بنعمة الإطعام وبنعمة تأمينهم من الخوف فقال سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق البلد الحرام بالأمن والإيمان ويدعو لنفسه ولذريته بالرزق وأن لا يقع في عبادة الأصنام ففي سورة البقرة جاء على لسان إبراهيم عليه السلام قوله رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وجاء في سورة إبراهيم على لسان إبراهيم أيضا قال رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ومن الملاحظ أن خليل الرحمن قدم الطلب الأمن على الرزق وعلى وقوعه في عبادة الأصنام وهذا يعني أن الأمن نعمة عظيمة كبيرة وقد امتنى الله سبحانه وتعالى على مصر بهذه النعمة الكبيرة فحينما أراد يوسف عليه السلام أن يدعو والده وإخوته للمجيء إلى مصر دعاهم بهذه النعمة فجاء على لسانه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فقد ذكر الأمن في القرآن لبلدين البلد الأول وهو البلد الحرام والبلد الثاني وهي مصر وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا البلد المبارك والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حسى المسلم أن يكون سلما لإخوانه وللناس جميعا تدعيما لنعمة الأمن ففي الصحيح من رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أمر الإسلام سيستقر وأن الأمن سيستتب وهذا قد حدث وهذه نبوءة من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما أخرج البخاري من رواية عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي أتعرف الحيرة؟ قال لا ولكني سمعت عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ستخرج أو سيتم الله هذا الأمر فقد أقسم على ذلك والله لا يتمن هذا الأمر وفي رواية والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة وهي المسافرة من الحيرة إلى البيت الحرام ولا تدخل في جوار أحد وهذا يدل على أن الأمن سيستتب وأن الأمن سيسود وأن الإسلام سينتشر وهذا يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قيمة الأمن هدفا يسعى إليه الإسلام كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل وسائل العنف فقد نهى عن أن يتقاتل المسلمان أو يتخاصمان ففيما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال الصحابة قلنا هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه ولأن نعمة الأمن نعمة تسود في المجتمعات وتحفظ لأي مجتمع استقراره أكد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسعى الإنسان لتخريب مجتمعه ونهاه أن يحفظ نفسه من الوقوع في تهديد غيره ففيما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يشير أحدكم لأخيه بالسلاح لعل الشيطان أن ينزغ في يده أن يوسوس له في السوء فيقع في حفرة من النار فعلى المسلم أن يحفظ الأمن لنفسه وأن يحفظ الأمن لأسرته وأن يحفظ الأمن لوطنه وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة حفظ الله مصر وأمنها وشعبها وسائر بلاد المسلمين هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والسلام عليكم ورحمة الله